المناقشة وقفت شجرة الدر تنظر إليهم ضاحكة وهم يجرون أرجلهم متعثرين إلى مراكبهم ناكس الرؤوس يتقطر الأسى من وجوههم حتى أقلعت والمصريون يودعونهم بالشماتة منشدين في سخرية من قول جمال الدين بن مطروح في لويس الحزين ومن معه أتيت مصرا تبتغي ملكها تحسب أن الزمر يا طبل ريح فقل لهم إن أزمعوا عودة لأخذ ثأر أو لفعل قبيح دار بن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ الشماتة معناها غبطة العدو أحسنتم أيها الأبناء فعلا العبارة خاطئة فالشماتة مقابل الغبطة تماما الشماتة معناها الفرح بما يصيب العدو من مكروه كيف صورت العبارة السابقة مشهد رحيل الجنود المعتدين؟ هذا سؤال غاية في السهولة أيها الأبناء لا يحتاج مننا سوى أن نرجع إلى الفقرة ونستخرج منها الإجابة الصحيحة لقد صورت العبارة السابقة مشهد رحيل الجنود المعتدين جنود لويس من خلال عدة جمل فهم يجرون أرجلهم متعثرين إلى مراكبهم ناكسوا رؤوسهم من مرارة الذل يتقطر الأسى من وجوههم ورد في الفقرة السابقة أيها الأبناء هذه الكلمات أزمع الطواشي الأسى والسؤال الذي نطرحه هات مرادف الأولى وجمع الثانية ومضاد الثالثة كلمة أزمع أيها الأبناء معناها نووا وعزموا أما كلمة الطواشي فجمعها الطواشية ومضاد الأسى الفرح والسرور سؤال آخر من الطواشي صبيح الذي ورد ذكره في البيت الأخير البيت الأخير أيها الأبناء يقول دار بن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح وهذا الرجل الذي ورد ذكره في البيت أيها الأبناء هو الحارس الذي كان مكلفا بحراسة وخدمة لويس ملك الفرنج في محبسه بدار بن لقمان واجهت شجرة الدر مشكلتان عند توليها العرش أذكرهما موضحا كيف تغلبت عليهما المشكلة الأولى أيها الأبناء ظهرت بعد مقتل توران شاه على يدي بيبرس وأقطاي إذ خل عرش السلطنة واتفق الأمراء على تولية شجرة الدر ولكن كيف تحكم وتصدر الأوامر وتقابل الشخصيات المختلفة وهل ترضى بالسفور وكشف وجهها وحلت هذه المشكلة عن طريق اختيارها لعز الدين نائبا لها وليكون بينها وبين الناس أما المشكلة الثانية التي واجهت شجرة الدر فتتمثل في ملك الفرنج المحبوس في دار بن لقمان والأسرى الذين تعج بهم الحبوس وخزائن الدولة الفارغة من المال ولقد حلت هذه المشكلة أيها الأبناء الأحباء حين أذنت شجرة الدر لرسل الفرنج بالتفاوض على فدية الأسرى وقام الفرنج بدفع فدية قدرها أربعمائة ألف دينار على أن يكون نصفها معجلا ونصفها مؤجلا حتى يبلغ عكا بعدما يسلمون دميات وبعد ذلك أيها الأبناء الأحباء فلقد انتهت معركة عظيمة من معارك الإسلام ضد أعداء الله عز وجل وبقي عليكم أيها الأبناء أن تراجعوا كتب التاريخ لتشهدوا بأنفسكم أمجاد أمتكم وثباتها رغم كثرة ما أصابها من محن إنها أمة خالدة على مر الزمان ترجمة نانسي قنقر